موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الأوبزيرفر التي نشرت تقريرا بعنوان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا جحيم يخزي العالم قالت فيه إن اليرموك أصبح رمذا لعدم إنسانية الإنسان المعاصر في تعامل مع أخيه الإنسان المخيم الواقع على أطراف العاصمة السورية دمشق كان يضم ما يقرب من مائة وستين ألف فلسطيني عاشوا فيه عشرات السنوات حتى اندلعت الحرب في سوريا وتضيف الصحيفة إن الحرب في سوريا ألقت بظلالها على الأوضاع في المخيم الذي يتعرض للحصار ما أدى إلى أن يصبح سوء تغذية الأطفال أمرا عاديا كما تزايدت حالة موت النساء أثناء الولادة لنقص التغذية والأدوات الطبية وتقول الصحيفة إن المحاصرين في قلب المخيم اضطروا لأكل طعام الحيوانات في عاصمة دولة تعد عضوا في منظمة الأمام المتحدة وفي القرن الحادي والعشرين ثم تعرج الصحيفة على عدد من الحالات الشخصية لتوضح حجم المعاناة داخل المعسكر مثل خالد الطفل الذي يبلغ من العمر أربعة عشر شهرا فقط والذي ولد في فترة تصاعد الصراع حول المخيم إن خالد الذي حصر في المخيم مع أسرته وأربعة من أشقائه عانى مشكلات كثيرة خلال حياته القصيرة أكثر مما يمكن أن نعاني نحن في حياتنا كلها وتضيف الصحيفة أن خالد كان من المفترض بالفعل أن يكون في عداد الموتى حاليا لون المساعدات التي تلقاها من الطبيب المسؤول عن مكتب منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروا في المخيم الذي قام بعلاج خالد من نوع شديد من أنواع نقص التغذية الناسج عن نقص البروتينات لفترة طويلة وتنقل الصحيفة عن الدكتور محمد إبراهيم قوله عندما رأيت خالد للمرة الأولى اعتقد أنه يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط وكاد يموت بالفعل حيث كان يعيش على الماء فقط خلال الأشهر الثلاثة السابقة ولم يتناول أي طعام وتقول الصحيفة إن خالد يجسد المعاناة في المخيم لكن هناك الكثير من الحالات داخل اليرموك بنفس السوء وتوضح الصحيفة أن خالد أصبح الآن في صحة أفضل بفضل الأدوية والأغذية التي أمده بها الدكتور إبراهيم الذي تحدث للصحيفة أيضا عن حاجته للمزيد من الأدوية والأغذية لمساعدة الحالات الأخرى داخل اليرموك ننتقل الآن إلى صحيفة السوندي تايمز التي نشرت مقالا نشرته لوزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليبان تحت عنوان ربما تكون سوريا قد ضاعت لكننا يجب أن نساند ضحايا الصراع قالت فيه يبدأ ميليباند مقاله متسائلا هل ضاعت سوريا وانتهت كأمة ودولة وأصبحت استعادتها كمجتمع حلما مضيفا هذا هو ما يخشى منه الجميع ويقول ميليباند في المقال إن القوى الكبرى في العالم ربما لن تكون قادرة على وقف الحرب الأهلية في سوريا لكنه يدعوهم لدعم وغوث المشردين والمتضررين من جراء ترد الأوضاع الإنسانية ويضح أن سوريا تمثل تجسيدا للأزمة الإنسانية التي لا يجرؤ أحد على ذكر اسمها خوفا لأنها تعبر عن فشل السياسيين والديبلوماسيين مؤكدا في المقابل أن السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه هؤلاء الساسة الدوليون قبل انعقاد الجولة الثانية من مفاوضات جينيف هو هل بالإمكان دعم ومساعدة المتضررين من الصراع؟ ويتابع إن سوريا تواجه خطر البلقنة حيث تتحول تدريجيا إلى مجرد كانتونات ومعسكرات صغيرة تسيطر عليها جماعات مختلفة أو لا يسيطر عليها أحد على الإطلاق لكنه يختم المقالة بقوله قبل مفاوضات جينيف لا يوجد عذر لعدم النجاح في توفير الحماية والأمن للضعفاء من المدنيين العالقين في المعارك التي تدور في سوريا حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى صحيفة الديلي تيليغراف التي نشرت تقريرا للأمم المتحدة بعنوان الأطفال يتعرضون للتعذيب والاغتصاب على يد قوات الأسد قالت فيه الأطفال في سوريا تعرضوا للتعذيب والتشويه والاعتداءات الجنسية على يد قوات الأسد كما تم تجنيدهم للقتال من قبل المتمردين الذين يقاتلون لإسقاطه وذلك خلال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات تقريبا وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة التقرير الذي يسلط الضوء على معاملة الأطفال في الصراع منذ بداية الانتفاضة ضد الأسد في مارس 2011 حتى الخامس عشر من نوفمبر 2013 صدر هذا الأسبوع وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي كما تم عرضه على موقع الأمم المتحدة يوم الثلاثة يشير التقرير كما يقول الأمن العام للأمم المتحدة بانكيمون بأن الأطفال السوريين كانوا عرضة لمعاناة لا يمكن وصفها خلال هذا الوقت وطارب بانكيمون الأطراف المتصارعة في سوريا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ودون أي تأخير من أجل حماية واحترام حقوق جميع الأطفال في سوريا الانتفاضة ضد حكم الأسد بدأت بمظاهرات سلمية كبيرة في 2011 ولكنها تحولت مع الوقت إلى حرب أهلية دامية أدت إلى مقتل ما يزيد عن 130 ألف شخص وفقا لناشطين الملايين من السوريين أجبروا على الخروج من بيوتهم والبحث عن مأوى في الدول المجاورة أو في أماكن أكثر أمنا داخل بلادهم كما أدى الصراع إلى ضر كبير للأطفال في سوريا ولكن من غير الواضح ما هي المنهجية التي استخدمت كما أن الموجز الذي تم عرضه على موقع الأمم المتحدة لم يشر كيف حصل المحققون على هذه المعلومات كما يصلت تقرير الضوء على الحاجة الملحة لتتوقف جميع الأطراف عن استهداف الأطفال وهذا يعني عدم استهداف المدارس والمستشفيات أو استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وعدم تجنيد الأطفال وضمان أن جميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا قادرون على الوصول إلى المساعدات الإنسانية ننتقل الآن إلى جريدة الحياة حيث كتب حازم صاغي مقالا بعنوان عجيب القوميون السوريون أيضا قل فيه فجأة بدأت صحف ومحطات تلفزيون لبنانية تتحدث عن دور مجيد لمقاتلين قوميين سوريين سوريين قوميين في سوريا إنهم يقاتلون دفاعا عن الحضارة عن العلمانية زوابعهم ترفرف تخفق تزهر دما ترد عنا زحف الصحراء ورملها أن يقاتل القوميون السوريون في سوريا في معزل عما يقولونه فهذا دليل آخر على أن الدولة السورية تحللت إلى ميليشيات عبر استجلاب الحرس الثوري وحزب الله إلى ساحات القتال بالإضافة إلى استعانة بدولة حليفة هي إيران فإن استجلاب القوميين السوريين تعبير عن الاستعانة بأي كان هذا لا يليق بتاتا بجيش لا يوصف إلا بالبسالة مع ذلك فالمسألة لا تخلو من براعة ظاهرية فإذا كان الحرس الثوري وحزب الله يدافعان عن الحكم العلوي فإن القوميين السوريين يدافعون عن الحكم العلماني هذا صحيح وذاك صحيح ومن قال أن هذا يتعارض مع ذلك لكن الأواني المستطرقة تعمل هنا أيضا فعلى هامش القتال دفاعا عن الحكم العلوي هناك التصدي لإسرائيل والصهيونية والإرهاب وأمريكا وعلى هامش القتال دفاعا عن الحكم العلماني هناك التصدي نفسه معطوفا عليه التكوين الأقلي المسيحي العلوي للقوميين السوريين إذن وتيمنا بهارون الرشيد أمطري حيث شئتي فعائدكي عندي والحال أن هذه المرة المرة الأخيرة التي قاتل فيها القوميون السوريون في سوريا كانت أواصط الخمسينات آنذاك اغتال الضابط البعثي عدنان المالكي والذي ربما كان مسؤولا حزبيا عن الضابط البعثي الشاب حافظ الأسد وهذا ما قد يحير دمشقي العادي بالانبعاث القومي السوري لكن ذلك لا يهم فعلى مدى تلك العقود الفاصلة وما تخل لها من يقضة للهويات تغيرت الهويات بقي من المالكي أنه ضابط سني دمشقي ومن الأسد أنه باني السلطة ذات السيطرة العلوية أما القوميون السوريون فموجودنا آنذاك بما يليق وموجودنا الآن بما يليق أيضا آنذاك كانوا ملتحقين بتحالفا يجمع نظامين الهاشميين في بغداد وعمان وحكم الرئيس كميل شمعون في لبنان والتحالف هذا كان صديقا للغرب وعلى عداء مع جمال عبد الناصر وعروبته اليوم هم ملتحقون بتحالف الممانعين الذي يقف على رأسه آيات الله العلماني الخامنئي ويتصدر قيادته السيد العلماني أيضا حسن نصر الله مشاهدين الكرام حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب عبد شمالية مقالا بعنوان قوته في ضعفه قلفي بعد احتلال العراق تفق نظام سوريا وإيران على تحويله إلى جحيم للأمريكان واستخدام كل الوسائل الممكنة لتلقينهم درسا في عدم احتلال أي بلد آخر خصوصا البلدين نفسيهما ولذلك قام بدعم الجماعات المسلحة الطائفية وجماعات التخريب وبعض جماعات المقاومة وتدمر العراق في إثر ذلك من دون أن ننسى السبب الأول وهو الاجتياح الغرب يتقمص النظام السوري اليوم أدواره السابقة في العراق والنعوث التي أطلقها على الحكومة الإسرائيلية بمساعدة ومؤازرة مباشرة من إيران فهو مهووس بإشعار الحرائق على مساحة أرضه من دون حس من وطنية أو حتى عقل وقد تجلى ذلك كلاميا وعمليا في مقولة الأسد أو نحرق البلد والتي تبدو الآن الأسد ونحرق البلد يحرق النظام نفسه بحرق أرضه شامتا لتحول البلاد إلى جحيم انتقاما من الثورة المثير للسخرية أو الأسى أن النظام ساهم في إضعاف نفسه حتى لا يكون خطرا على أحد خارج حدوده ولعله استعار المقولة اللبنانية قوته في ضعفه لكنه لم يضعف نفسه إلى درجة السقوط وهو الآن يرى دورا له في مواجهة القوى التي يسميها العالم إرهابية معادلة جهنمية رسمها النظام بخفف لست قادرا على إذائكم فقد أخذتم أسلحتي وبلدي مدمرة لكني أيضا قادر على مساعدتكم في مكافحة الإرهاب أو على أقل تقدير ببقاء تضمنون عدم سيطرة قوى متطرفة على سوريا قلب المنطقة الأهم استراتيجيا في العالم واليوم يطمح النظام إلى قضاء أيامه القادمة بعد أن صار مخصيا مع خاصة السلطان الأمريكي إلى خوف من حبل ورغم أن نظام مترنح لكنه لم يسقط وهذا ما يدعو إيران وروسيا إلى الاستمرار في دعمه فهما يعلمان حاجته الماسة لهما وبالتالي إن استمر فسيستطيعان فرض شروطهما ومشارعهما عليه مستقبلا في كل المجالات من السياسة إلى الأمن والاقتصاد فحتى داعموه رأوا فائدة في ضعفه لأنهم يعلمون أن لا مصلحة أمريكية أو إسرائيلية برحيله حينها ولعل الاتفاق الكيميائي بترتيب الروسي ورائحة إيرانية خير دليل وفي الداخل حرص النظام على إظهار صورتين له ضعيف أمام الثوار صامد وقوي في عيون مؤيديه كي لا تنهار معنوياتهم كليا وعلى الرغم من ذلك فاللعبة لم تسر وفق رغبات النظام وخططه وانقلب السحر على الساحر ففي النهاية اعتراه ضعف جلي الأمر الذي استدعى تدخل حزب الله والميليشيات العراقية إضافة للقوات الإيرانية فلولا هؤلاء فكان سقوط النظام أمرا محسوما ولعلنا لا ننسى ما قاله أحد العناصر العسكرية في حزب الله لمجلة تايم الأمريكية بأنهم إن لم يقاتلوا إلى جانب الأسد فإنه سيسقط في ساعتين ننتقل الآن إلى صحيفة إلاف حيث كتب غازي دحمان مقالا بعنوان معويقات الحل في سوريا قلفه بعد تهائل جولة الأولى من مفاوضات جينير تبين أن الأطراف الدولية بكرت بدعوتها إلى قيام مؤتمر لحل الأزمة السورية لم يكن في الأفق علامات تشير إلى إمكانية إقلاع قطار التسوية من المحطة السويسرية رغبة بعض الدول لو افترضنا أنها موجودة والتكتيكات السياسية التي تمارسها أطراف الصراع في إطار اللعبة السياسية مؤشرات لا تكفي لصناعة حل للأزمة ليست الأطراف الحاضرة للمؤتمر هي التي تتحكم بساحة الصراع تطورات الحرب حولتها إلى مجرد واجهات هذا الأمر ينطبق على كل الأطراف المنخرطة بالأزمة الداخلية منها والخارجية فللحرب بنيتها الخاصة والدافعة إلى استمرار عمل آلاتها هذه البنية موجودة في قلب النظام السوري وفي قلب الثورة وداخل وزارات الدفاع والحرب ووزارات الخارجية لدى كل الدول الحرب أيضاً صيرورتها وهي تصر على إكمالها ليس للأمر علاقة بالحتميات ولا تنجيماً بالغيب بل القضية لها علاقة ببنية تشكلت بحكم الأمر الواقع وكنمط استجابة لظروف واقعية ثم صارت بحكم الأمر الواقع أيضاً نظاماً متكاملاً له مدخلاته ومخرجاته وينطوي على مؤيده الضامنين لاستمرارهم كما ينطوي على نمط من العلاقات التي يصبح فصمها مستحيلاً يحصل ذلك بالتزامن مع تضعضع المراكز الأساسية في الإقليم جراء صدمة الحرب ونتيجة انحراف بنية صناعة القرار في تلك المراكز عن مهمتها الأساسية وتحولها إلى طرف صراعي استجابة لطبيعتها الأيديولوجية والإثنية في الغالب وهو الأمر الذي يضيف تعقيدات على هذا النوع من الأزمات لا يلبث أن يندمج بها ويحولها إلى معطن ثابت ونهائي ولعل المثال العراقي بهذا الخصوص الأكثر سطوعاً حيث تندمج القيادة الوطنية العراقية في إطار مخطط مذهبي يكاد يطغى على البعد الوطني العراقي ما يزد من التعقيدات الإقليمية بزيادة منسوب الأبعاد لاسياسية في الإشكالية القائمة ويعقد تالياً أدوات الحل وممكناته ويكاد الأمر ذاته ينطبق على الأداء السياسي لنظام الحكم في سوريا حيث كشفت الأزمة عن انحراف خطير باتجاه مذهبة الصراع وإغراقه بالتعقيدات وانخراط بنية صناعة القرار السوري في خضم الصراع المذهبي رغم استمرار الخطاب القومي والحداثي والذي لا يعد كونه قشرة أزالتها السلوكيات المناقضة ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب محمد زهير الخطيب مقالاً بعنوان على أبواب السنة الرابعة للثورة قال فيه على أبواب السنة الرابعة للثورة لابد لنا من وقفة مع النفس تشد العزم وترحب بالأصدقاء المترددين الثورة تحتاج لكل السوريين الوطنيين تحتاج لأبناء الطائفة العلوية بشكل خاص لأن مساهمتهم في الفصل الأخير من الثورة ضروري لبقاء نسيج الوطني السوري متماسكاً ولتصبح عصابة أسد معزولة منبوذة بما اقترفته يدها كما نحتاج للالتفاف حول راية ناصعة واحدة هي راية الحرية والديمقراطية حتى يملك الشعب أمره ويقول في الحكم كلمته ولنتساءل اليوم هل يعرف الرجال بالحق؟ أم يعرف الحق بالرجال؟ هل يرتفع شأن الثورة لو أيدها المشاهير؟ أم يرتفع شأن المشاهير لو أيد الثورة؟ يبدو أنه في بداية الثورة كان لرأي المشاهير أهمية كبيرة في دعمها وتقويتها وكانت انشقاقات بعض المسؤولين والكتاب والفنانين كالبلثم الشاف للمتظاهرين السلميين الذين يقابلون الرصاص بصدور عارية اليوم والثورة السورية هي الحكم هي الفرقان هي الفيصل من انحاز إليها فهو الوطني البطل ومن بقي في زريبة عصابة أسد فهو شريكه مهما كانت رتبته وشهرته سألت صديقا يقف مع الثورة عن قريب له مشهور كان من أركان نظام أسد ما بله لا ينحاز إلى الشعب ويقول كلمة حق تكفر عن سنوات خدمته الطويلة في ماكنة الاستبداد والفساد قال إنه يتألم كثيرا مما يجري بصمت ولكنه سيتكلم في الوقت المناسب ومتى يكون الوقت المناسب إن لم يكن اليوم بل الأمس أيها الناس أيها الشعب السوري أيها المترددون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لم تعود الثورة محتاجة لشهاداتكم وانحيازكم إنكم أنتم المحتاجون لشرف الانحياز للثورة ولو في الربع الساعة الأخير من عمرها ماذا سنفعل بتعريتكم للنظام عندما تتوارع صابة أسد وزبانيته في الحفر والمجارير قلوا كلمة حق اليوم عسى أن تشفع لكم فالتوبة لا تنفع بعد يوم القيامة من كان يظن أنه يتصدق اليوم على الثورة بكلمة حق خجلة فهو واهم إنها صدقة على نفسه وحسنة في حقه قبل فوات الأوان أوشكت بلائكة الثورة أن ترفع الأقلام وتطوي الصحف عن أسماء الشهداء والشرفاء وأصحاب كلمة الحق وكيف يقبل سوري أن لا يكون اسمه في سجل الخالدين لا تدعوا الكبر يحرمكم شرف ثورة الحرية أهلا بكم جميعا إخوة وأحبة قبل أن تنهي ثورتنا عامها الثالثة والأخير بإذن الله إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر